لا تحركات عسكرية تجاه الكويت وما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي مجرد شائعات ومعلومات مغلوطة بحسب بيان لوزارة الدفاع نفت من خلاله ما تم تداوله بهذا الشأن وهابت الوزارة بالجميع تحر الدقة وعدم نشر المعلومات المغلوطة التي تؤثر على أمن البلاد واستقراره كما جاء في البيان أن الدفاع تحتفظ بحقها القانوني في المسالة والملاحقة القضائية تجاه من يروج لمثل تلك الشائعات من خلال الجهات القضائية المختصة